مائة واحد عشر هو الرقم الذي وصل إليه أعداد من قتلوا تحت التعذيب في سجون الميليشيا بحسب إحصائية لوزارة حقوق الإنسان هذا الرقم الذي سجل باسم المعتقل أحمد صالح حسين الوهاشي من أبناء قرية مذوقين البيضاء الذي عذب إلى أن كسر عموده الفقري ومات في سجن هبرة بصنعة ليعود إلى أهله جثة هامدة وذلك ما تفلح فيه الميليشيا دوما تصدير الوجع والمأساة إلى بيوت اليمنيين ذلك بشأن من قتلوا وربما تخلصوا من صياط السجان فكان الموت بهم أرحم هكذا تبدو الصورة إذا ما قرنت بما يروى ويتسرب عن أساليب التعذيب البشعة التي يتعرض لها المختطفون لا توجد إحصائية دقيقة بشأن من اختطفتهم الميليشيا لكن الإحصاءات التقريبية تقول بأنهم عشرات الآلاف وكلهم يرزحون تحت وطأة ظروف لا إنسانية لا تهم واضحة لمن تم اختطافهم غير تلك التي حيكت وألبست لهم أو أنهم كانوا من المناوئين للميليشيا وانقلابها على الشرعية فتم الزج بهم إلى ما وراء الشمس وحين غاب دور المنظمات الإنسانية والحقوقية أخذت أمهات المختطفين على عاتقها مهمة المطالبة بالإفراج عن ذويهن وإذا أذلك شكلنا رابطة وقبنا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية وقمعنا في عديد من المرات لكنهن لم ينكسرن وواصلن مهمة الدق في جدار السجن المتين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر